حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة أكثر من أربعمائة يوماً والمقام مغلق بعدما كان مقصداً ومعلماً للجميع من داخل وخارج لبنان الكورونا فردت نفسها وأغلقته وبعد الانخفاض الملحوظ في عداد كورونا ها هو مقام النبي ساري في بلدة عدلون الجنوبية يفتح أبوابه أمام زائره لعله يكون التقرب من الله عز وجل أقرب من أي وقت مضى ترجمة نفسك شكراً لك نحن من الدونسيا نحن بشيطة ربيت شاري هذا هو ربيت شاري أعتقد هذا مقام جداً ومعرفة عن هذا المقام شكراً ومعرفة أهلنا وناسنا لا يمروا يصلوا لأنه محطة أساسية للصلاة للناس ومهم جداً لخدمة الناس الحمد لله بفضل القيمين على هذا المقام والناس الواعية وافتتاحها بهذا الوقت هذا قبل عيد الفطر السعيد مع الالتزام ونشدد إحنا على الالتزام على أنه يكون فيه تباعد فيه لبس كمامي إذا كان فيه قضاء بين الناس وإن شاء الله يكون يرفع البلاء عن هذه الأمة بحق محمد وقال لهم إن شاء الله منحسنا الحظ أنه الواحد على الأتستراد يكون طالع على الجنوب يلقي مقام أو جامع أو مصلى يصلي فيه يعني مثل أيام زمان كان فيه الخان الرحالة يرتاحه الآن إحنا تطورنا أكثر صار فيه جوامع صار فيه مزارات على الطرقات فيه الواحد يصلي يرتاح شوي ويكمل مسيرته بعد جائحة كورونا تسكر المقام والصراحة أثر علينا كتير هذا وعلى الحمد لله أنه رجع فتح وهذا بيجع بيعطي حيوية وحياة للمقام وللمنطقة كلها مش بس لعدلون يعني خدمة المصلين خدمة المسافرين وموقع ومنتاز و الله يزي الخير لكل الناس اللي قاموا بالمشروع هذا علّها تكون الدعوات والصلوات كفيلة بفك هذه الأزمة التي يمر بها بلدنا الحبيب ونحن على أعتاب وداعي شهر الرحمة والبركة نطلب من الله عز وجل أن ينظر إلينا نظرة رحيمة من مقام النبي الساري في بلدة عدلون باتول جمال موقع هوان عدلون